من كام يوم قلت لكم اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي الاهلي قلت لكم اللاعبين المرشحين للرحيل عن نادي الزمالك واللعبين المرشحين للرحيل عن نادي بيراميد النهاردة وبكرة وبعد أقول لكم اللاعبين المرشحين للأهلي والزمالك والبيراميد الانضمام تعاوا نبدأ بالأهلي النهاردة بكرة وبعده نتكلم على الزمالك والبيراميد بس نشوف الأهلي من الأسماء المرشحة أول أسماء المرشحة فابيو أبرو مهاجم أنجولي بيلعب في صفوف فريق الباطن السعودي خاض معاه خمسة وخمسين مباراة في الدولة سجل خلالهم خمسة وعشرين هدف وصنع هدفين خلال أيام الماضية أبدى السوارش أعجابه باللعب خصوصا وأنه يعرفه منذ أن كان يلعب أبرو في البرتغال مع ماريتمو ومورنسي لعب كويس على فكرة مهاجم كويس جدا الأزمة اللي بتواجه الأهلي في الصفقة هي تجديد اللعب عقده مع الباطن حتى نهاية موسم 2023 ما يعني أن الفريق السعودي لن يتنازل عنه بسهولة لا لا يخش في المفاوضات لو عايزه وممكن يعرف يشتري أحمد عاطف مهاجم فيوتشر الذي فعل فريقه بند الحصول على نهاية من ودي دجلة خلال أيام المضايق أبدأ الأهلي اهتماما كبيرا بضمه وتفاوض مع إدارة نديح حول التعاكل معه وقد يدم الأمر بصفقة تبادرية حيث يعيد الأهلي بعض العبيق إلى فيوتشر وقد يكون من ضمنهم محمد محمود بجانب مبلغ مالي مقابل ضم عاطف مواجم رائع طبعا رائع من أحسن مواجمين السنة دي محمد حمدي أزايل أيصر لفريق بيرامدز والذي ينتهي تعقوده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري ووقع على ورقة رغبة بالانضمام إلى النادي الأهلي في الموسم الجديد خلال الفترة الماضية وحينما عرض الأمر على سوارش رحب به وأبلغ لانه التخطيط إن اللاعب سيكون إضافة جيدة للفريق من نشيء الأهلي بالمناسبة هشام صلاح زهير أيمن فريق للتحاد السكندري من أبرز اللاعبين الذين دخلوا ردار الأهلي في الفترة الماضية وهما دفع لجنة التخطيط للكرة للحديث معه منذ فترة لاستطلاع رأيه في اللاعب للأهلي خصوصاً أنها طرى بأنه حلاً جيداً لحل أزمات الجبهة اليمنى لكن حتى الآن تنتظر اللجنة رأي سوارش قبل التفاوض الرسمي مع إدارة الاتحاد السكندري أيضاً عمر السيسي اللاعب خط الوسط المتقلق في فريق طلاع الجيش تقلق بشكل لافت للنظر في الموسم الجاري وأبدت لجنة التخطيط للأهلي أعجبها بقدراته في ظل رغبتها في دعم خط وسط الفريق لكن حتى الآن لم يدخل اللحمر أو نادي الأهلي في مفاوضات مع إدارة طلاع الجيش لضمه وقد تشهد الأيام المقبلة تحرك في ملف التفاوض حال وجود عروض رسمية لأليو ديانج يعني ضم عمر السيسي مرتبط برحيل أليو ديانج شادي حسين مهاجم فريق السنومية كلباطرة الذي شارك مع فريق في 23 مباراة بالدورة هذا الموسم وسجل سبع أهداف من أهم أهداف الأهلي في الانتقالات الصيفية وتم عرضه على ريكاردو سواريش وقد يبدأ الأهلي مفاوضات مع سرامي كلباطرة لضمه في الانتقالات الصيفية وجاب هدف النهاردة هو الأفضل في الدولة حتى الآن في مرمى المكون العرب محمود جاد حارس مهاجم فريق أمي دخل الصورة في النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة حيث تضع لجنة التخطيط كخيار ثاني للحارس محمد صبحي إذا لم يتمكن النادي من ضمه وذلك في ظل تمسك علي لطفي بالخروج إعارة خلال الموسم المقبل علي لطفي عايز يمشي وعايز ياخد فرصة وعايز يلعب أساسي في الفترة اللي جاية وطالب من النادي الأهلي أنه ممكن ياخد فرصة بموافقة النادي الأهلي في الموسم الجديد ده بالنسبة لنادي الأهلي